السلام عليكم ناخد اليوم موضوع جديد من كتابي الالف حديث يلي بكتب السنة الصحيحة بالنسبة لهن فقبل ما ابدأ بموضوع اليوم ففي ناس تسأل انه انت ليش بتركز على كتب السنة ليش مثلا ما بتنقض كتب الشيعة انا جاوبت على السؤال من قبل اني انا بالاصل من عائلة سنية ومن اشهر عائلات السنة ومن اشهر بيئة علماء السنة على مدى التاريخ حتى انه بعض اقاربنا ابن المنير بيذكره شارح البخاري فالى يعني علماء كتير بزمننا القريب المهم نحن من عائلة سنية فانا درست الفقه السني كتير درست الكتب السنية كتير لما كنت مؤمن بالمذهب السني وانا طفل صغير فلزلك صار عندي خبرة كبيرة فيهم فحبيت قدم هالخبرة هاي قدم نتيجة ابحاسي ومعرفتي بهالكتب اما الشيعة انا ما بعرف كتبون بتبحر يعني عندي فكرة جيدة عندي اطلاع مقبول لكن مو على الكتب اللي عندهم بالتفصيل مثل ما انا بعرف بالسنة ففي ناس هنيك بعض الناس كمان صحيوا من الشيعة وغيرهم يعني صحيوا وعب يوعوا اهل مذهبهم انا كمان عبوعي اهل مذهبي فهن متخصصين بهديك الكتب انا بعرف هاي الكتب وهكذا بكل بساطة يعني بعدين نقطة التانية يعني اهل السنة هن الاغلبية الساحقة من المسلمين فانا لما بوضح لهم خطأهم فانا بكون عب انقز يعني باذن الله عم نانقز مين المسلمين الاكتر عددا اما لما بحكي على المزاهب التانية اللي هي حوالي 8 فرق اسلامية اليوم معترفة عليهم بالازهر مثلا مثل الشيعة الزيدية الإباضية المعتزلة وغيرهم فهدول يعني كتير اقليات كتير هنعددهم قليل فانا ازان بهذا الكتاب اليوم هنجي لموضوع رضاع الكبير فاتصور معي انه في روايات بتقول انه المرأة فيها اترضع انسان كبير بالعمر غريب عنها ما هو طفل صغير تحت السنتين من عمره لا هو شاب كبير له لحية وممكن ترضعه وان كان غريب عنها يعني شيء عجيب ويتناقض مع التشدد الديني بالفقه السني وغيره ويتناقض مع كل شيء يعني عبي علموه لطلابهم وتلاميذهم بحلقات العلم عبيتناقض معه وبنفس الوقت هنه موجودة عندهم بأصح الكتب يعني عندهم فما عندهم مشكلة بالتناقض ويعني انه يحكوا شيء ويطبقوا شيء ويكون موجود بكتابهم شيء وينفزوا شيء ما عندهم أي مشكلة فرواية إذن عبتقول إنه في وحدة سألت النبي إنه يا رسول الله إني أرى في وجهي أبيح وذيفة من دخولي سالم يعني إنه شايفته مو مرتاح كأنه من دخوله عليه من دخوله علينا البيت كذا فهذا سالم يعني شو أعمل معه فبيقل للنبي أرضعيه قاتلوه كيف أرضع وهو رجل كبير يعني هي عبتحكي عن الفطرة إنه مو معقول هالكلام هذا يعني صار عملية جنسية هي وقت كواحد كبير صارت عملية جنسية مدعبة جنسية صار يعني لما بيرضع من صدرها شو بقي يعني فهي عن الفطرة زائد يعني الشي اللي يفهموه كمان من النبي ومن الكلام الأحكام الشرعية الإسلامية يفهموه من القرآن كمان هي استغربت يعني مع واحد وبتيجي بدي أقول لك هو شغلة يعني معيبة ومخجلة ومحرجة وبيقول لك مع ذلك نفزها فهو لما بيقول لك نفز شيء محرج وجنسي ومخجل فطبيعي هو يضحك لأنه هو بتوقع ردة فعلك وكيف عبي يخطر ببالك بقى الممارسة الجنسية والمداعبة الجنسية وكيف أنت خجلت وكيف أنت اندهشت وكيف رح تندهش موضوع هذا كله فطبيعي يضحك لأنه عبي يحكي لك على شيء مصيبة يعني شيء مخجل فعني الرواية هاي كلها المفبركة والمزورة على الرسول الكريم العظيم ذو الأخلاق الكريمة لا يمكن يفتي بها الفتوى هاي ويعارض القرآن ويعارض كل شيء أحكام شرعية من عرفها فبالتالي هذا الكلام المزور عليه يلي موجود بصحيح مسلم بهالأرقام هاي رقم الحديث رقم الصفحة إلى آخره فبيجي كمان الشرح يعني في عندك مثلا صحيح مسلم في مين شرحه مثل النووي وغيره فبيل لك اختلف العلماء في هذه المسألة يعني إنه شون ده يفهموها إنه معقولة خلطه يرضع يعني معقول فبعدين يعني هل رضاعة هاي هل تثبت يعني بتصير فعلا مساء من رضاعة يعني فعلا لهالدرجة حتى لو كان هو كبير بالعمر عبقيل لك لا في معظم العلماء ما دخل بمخهم هالكلام هذا اعتبروا جنان فقالوا معظمهم شو قالوا إنه لا يثبت إلا إذا كان اللي عبيرضع عمره أقل من سنتين أو سنتين ونص أما تقل لي واحد كبير إله لحية مثل هذا الحديث اللي هل أمر معنا إله لحية ورجل وتقل لي رضع من امرأة وصار ابنها برضاعة يعني هذا جنون هذا شيء لا يحتمله العقل ويتعارض يعني تعارض مع القرآن لأن القرآن ما بيقول هالكلام فإذا اختلفوا واحتج الجمهور بكلام كذا يعني احتج الجمهور يعني كلمة الجمهور يعني أكثر الفقهاء أكثر فقهاء أهل السنة ممكن يكونوا أكثر يعني مثلا ستين بالمئة ممكن يكونوا تسعين بالمئة منهم الأغلبية ما رضيوا بهالكلام هذا فاحتجوا بالآية الكريمة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذن أنت بدك تتم الرضاعة تكون تامة يعني كاملة خلينا نقول يعني خلص ما في أكتر من هيك شيء اسمه رضاعة إذن حولين كاملين حوالي السنتين حوالي العامين حسب يعني كلامنا بالعامية ف بالتالي هذا أقصحت بعد منه ما عدت اسمه رضاعة بعده صار اسمه ممكن يكون مداعبة جنسية ممكن يكون إله أسماء تانية أما ما عدت اسمه رضاعة ما عدت اسمه رضاعة الطفل لأمه ما عدت اسمه هالكلام هاد فهن يحتاروا يعني من ناحية أنه هذا رجال كبير ومن ناحية أنه الرضاعة هي سنتين ويعني كيف الكلام هذا فقال بعضهم بدي يحاول يلاقي مخرج وهذا معروف جدا عند الفقهاء يسموهم فقهاء يعني كثير معروف انه كيف يحاولوا لقوا مخرج وتبريرات لا لعلاقة باللغة العربية ولا لها علاقة بالمنطق المهم يلاقي اي مخرج اي تبرير وكأنه يعني وكأنه هذا الحديث هي الرواية وكأنها حقيقة علمية وكأنها حقيقة كونية بس لحنا بقيه انه لا الى حل لحتتفسر معنا يعني فشو قال هذا احد الفقهاء القاضي شو قال لعلها حلبته ثم شربه من غير ان يمسى ثديها طب يا اخي انت عبت خالف اللغة العربية عبت اضحك على نفسك يعني انت عبت خاطب الناس عبت استحمر الناس وكأنه هن ما عندهم عقل وكأنه ما بيعرفوا ولا كلمة باللغة العربية عب يقول ولا التقت بشرتاهما يعني ما لمسها ابدا ما رضع منها طب كيف يا اخي كيف هالكلام هذا يعني ما هو اسمه رضاعة كان قال لك وشرب حليبها عب يقول لك رضاع رضعة معروف باللغة العربية لازم يكون في ملامسة حتى يصير اسمه رضاع لانه طريقة الوصول للحليب طريقة شرب الحليب يلي من ثدي الام بيختلف عن شرب الحليب او شرب اي سائل من الكأس طريقة الشرب تختلف هنيك بدأي صاحبة مثلا شيء من المص شيء من شيء يعني في حركات ميكانيكية بيعملها بفمه الطفل حتى يقدر يستخرج الحليب استخراج فأما الكأس موضوع تاني بيقول لك غبه يعني غبه عب الماء عبه يعني هذاك موضوع تاني لذلك معجم مقاييس اللغة بيقول لك رضاعة يعني شرب اللبني من الضرع او الثدي يعني مو تشربه من ايما كان تشربه والله بالكأس ما عد اسمه رضعة صار اسمه شريبة اما تقل لي شريبة بالمعنى العام ممكن تشرب انت من الثدي ممكن تشرب من الكأس لكن لما بتشرب من الثدي صار اسمه رضاعة صار اسمه رضاعة فاللغة العربية هذا الشيء بديهي ما فيك انت مشان تثبت صحيح مسلم وتفرضه عن الناس وتجعله شريك القرآن الكريم في المرجعية الشرعية فانت تروح تلعب باللغة العربية وتخرب بديهيات اللغة طب تعالوا نشوف حتى رأي الألباني الألباني اللي هو زعيم من زعماء السلفية زعيم من زعماء التمسك بالحديث هو اكبر محدث اسلامي بيعتبره يعني المحدث محمد ناصر الدين الألباني فهو اختصاصه الحديث وهو من ابرز مختصين بالحديث في العالم الاسلامي بدرجة اولى السلفية ومن ثم اهل السنة فهذا الانسان اللي بيقدس الحديث لدرجة عجيبة كمان هو عبيقول انه هذا الرضاع بدي يكون الثدي ما بيصير يكون الكأس فهذا الانسان أنا مع اني بيعتبر فقه الفقه تبعه لا يسوى فلسا ولا يسوى قرشا ومن أقزر أنواع الفقه يعني مو فقه لوحده فقه لأنه سلفي فقه السلفي ولا فقه السني لكله قتل ودماء وإجرام وإلى آخره فمع ذلك لكن أقسم بالله بيحترم هذا الانسان لأنه لما بيحكي أنا أشعر ولا أزكي على الله أحدا بيشعر على قدراته العقلية على قدراته الفكرية فبيحكي اللي بيآمن فيه ما بيخاف أنه والله يصير مستمسك على المذهب السني على المذهب السلفي ما بيخاف بيهمه يحكي كلمة الحقي اللي هو بيؤمن فيها فاسمع على الكلام اللي عبيقوله فأيزان الألباني عبيسأله طلابه عبيقوله أنه فعلا مو من الكأس لا من الحلمة لأنه هو إنسان صادق مع نفسه غلص لغة عربية واضحة فعبيقوله لا من الحلمة بس هو مسكين يعني عبيقول أنه الحلمة لونه أسود نفكر كل النساء يعني شكل واحد ونفكر كل الرجال كمان زوقهم بالجمال واحد يعني نفكر هو كل الرجال مثلا ما بيحبوا اللون الأسود أول يعني تفاصيل ما أنا فيها لا موضوع مضحك يعني هو نفكر مسكين كل الناس لون واحد ونفكر كل الرجال عندهم زوق واحد بالجمال فبكل بساطة بالتالي حكم أنه عادي هذا ما بيعمل فتنة فتصور أنت الموضوع قديشه عجيب ومضحك وغريب وناسف للدين كله من جزره وناسف للمذهب الإسلامية وناسف للمذهب السني أنه أنت كيف بتقول مثلا والله ما بيصير تعمل اختلاط يعني لما كنا احنا مزها بالسنة والحنا صغار فدائما أنه ما بيصير أنت تعمل اختلاط مع المرأة ما بيصير تحكي معها ما بيصير تسلم عليها ما بيصير تعدو جلسة أنت مثلا وبيت خالتك بيت عمتك بيت اللي هو تعدو مثلا تحكو بنات وشباب وتحكو قصص مثلا أنه وين رحت وين اجيت وشو عبتعملوك يعني أحاديث عادية ما بيصير لأنه هذا اختلاط جريمة شغلة كبيرة فيها عذاب قبر فيها إلى آخره فكل تشددون بعدين بيقلك لكن يجوز ترضعوا من بعض يعني ما في مشكلة طب شلون هاي؟ يعني شوه التناقض هاد؟ شيء عجيب شيء مضحك يعني معناته لازم الواحد لما يحرم عليه العالم السني يقول له ما بيجوز الاختلاط وما بيجوز كذا يقول له طب ما عليش بس خليني ارضع من المرتاق يعني بيرضاها؟ شوه الكلام هذا؟ شوه المستوى اللي نزلوا إله؟ المهم يثبت أنه كتاب مسلم والبخاري أنه هدول صحيحين كأنهم كتاب الله أو كأنهم بعد كتاب الله مباشرة طيب تعال نشوف الروايات الثانية كمان هون إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا هذا من عب تحكي الحكي المرة؟ ابنة سهيل طيب شو قال للنبي؟ ألا أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة كل بساطة هالمرة رواية تانية بطريقة تانية اختراع تاني ما هني اللي عبي كذبه يعني ما لون جالسين مع بعض متفقين على صيغة وحدة كل واحد بقى بيخترع اللي بده يامشان يرضي الجهة اللي افتره الأحاديس مشانها هالمرة إذن صحيح مسلم بهالأرقام هاي هلا هون الرواية ذاتة لكن التعليق كان فما كثته سنة أو قريبا منها لا أحدث به يعني ما عب تحكي الحديث هذا إنه كيف رضعت وكذا ليش؟ قال وهبته يعني هابت يعني خافت إنه شو الحديث هذا شلون رجال بده يرضع من مرة غريبة عنه والله شيء يعني عب ناقد كل الدين عب ناقد يعني كيف ده يرضع منها يعني بنية إنه يصير ابنها ولا يصير يعني هذا شيء مضحك شيء ما فيه منطق والعقل ويتعارض مع القرآن لكن كل بساطة كان التعليق أن عائشة أخبر تنيه يعني كلهم عن عائشة كل الأحاديس عن عائشة هي الوحيدة اللي حكتها القصة طب كل هالصحابة هاي ما سمعوا من النبي غير عائشة سمعت منه هالقصة هاي طب قصة خطيرة مثل هاي وآلاف الصحابة موجودين ما حكاها النبي غير لإنسانة وحدة ولا عائشة فقط سمعتها وهي سهيل بن سهيل سمعتها فقط يعني بس يعني لو كان هو حكم شرعي فعلا بيجي لشخص واحد فقط طب إذا هاي حالة خاصة ببنت سهيل علي أساس حالة خاصة لأنه هنه كمان حاولوا يقولوا أنه يعني حالة خاصة بهالمرأة هاي طب حالة خاصة علي أساس يعني عندها ريشة هي براسة مثلا عندها رجل تالتة عندها إيد رابعة عندها خمس عيون مثلا يعني يعني عليه أساس حالة خاصة فيها يعني النبي بيخترع من راسه مثلا بيوزع استثناءات على كيفه يعني ما فيك شي حاشا فبدأ يكون فيه سبب حتى يكون حالة خاصة ولازم نأخذ القاعدة ونفهمها حتى نطبقها على غيرهم لا فيه قاعدة ولا مفهوم ليش حالة خاصة بس المفهوم أنه لازم هذا تأمن فيه الحديث ولازم يكون صحيح مع أنه بس عائشة اللي حكته وبس هالمخلوقة هاي البنت سهيل اللي هي العلاقة بموضوع ومع ذلك اليوم عم بيعمموه فيه رجال كتير بالأزهر فيه علماء كتير بالأزهر بيفتوا فيه وهي الألباني عم بيفت فيه وهو خارج الأزهر وهو عدو الأزهر ويعني تيارات متنوعة كلها عم تفتي أنه لازم هذا الحديث صحيح ولازم نعمل فيه وهو مو خاص بهالإنسانة هاي فيعني تعارض وتناقض كل واحد صار له رأيه كل واحد صار له قصة طب لحنا بدالها التعارض هذا بدالها التناقض هذا لو لحنا اكتفينا فقط بالقرآن هي حوليني كاملين وخلاص فأنت لما بتروح القرآن بتلاقي ما فيه تعارض ما فيه تناقض بين بعضه وبعضه بتلاقي ما فيه أجمل من هيك ما فيه أوضح من هيك ما فيه مسائل شائكة طب انت ليش لتلجأ لهالأحاديث هاي اللي داخلة ببعضها اللي موضوع واحد بتلاقي كذا رواية وكل رواية مختلفة بتفاصيلها أحيانا بمواضيع مثل هون رضاع الكبير مختلفة شوي فيه روايات تانية مختلفة كتير بين بعضها طب يا أخي مدام ما فيه هالأحاديثة دقة وعب تعطيك مشاكل كتير وتناقضات ليش تترك القرآن وتروح على هالأحاديثة يعني هلأ انت هيك صار في عنا فريقين فريق بديو يطبق الحديث هاد ويخلي امرأة متزوجة يجي واحد غريب يرطع منها رغم إرادة زوجة يعني شو هالعيشة هاي شو هالسخرية هاي وناس تاني بيقول لا يعني بيحاولوا يفبركوا الموضوع ويلفوا الموضوع ويقول لا يعني يمكن ما أصغط شي تاني كزايا فمستحيل ما سنطبقوه طب هذا التناقض والتعارض هاد لو لحنا ضلينا على القرآن القرآن واضح جدا موضوع الرضاع يعني ما فيه اي اختلاف ولا فيه آيات تعارض بعضها ولا فيه اي تناقض فليش نحنا عم نقع حالنا مشاكل يعني بمعنى الحديث النبوي ليش هو هذا الحديث بيعتبروه مرجعية شرعية بيقولوا لأنه هو عم بيشرح القرآن الصعب التلاصم المتناقض العجيب الغير مفهوم وكأنه بالسانسا كريتي ولا بلغة مسمارية مكتوب ولا بشي فعب يقولوا أنه هدول الأحاديث هي بتشرحه يعني بتبسطه بتوضحه ما شاء الله بيصير واضح مثل الشمس الدين طبعا نحنا شايفين بالعكس القرآن واضح فيه آية واحدة عم بتحكي عن مدة الرضاع آية واحدة عم بتحكي عن مدة الرضاع وخلاص بالرضاع ما فيه خمسين فتوى فيه بالقرآن ما فيه غير مدة واحدة سنتين وخلاص بينما بتجي لعندهم بتلاقي الرضاع ممكن يكون عشر رضاعات مشبعات وغيره بيقل لك خمس رضاعات وهون بيقل لك ناس ترضع حتى الكبير وناس تقل لك لصغير وناس يعني هذا التناقض كله منين إجا القرآن ولا من الحديث فالحديث معناته ما عاب يشرح القرآن ويبسطه وإنما عاب يعقده ويساوي الدين الإسلامي عاب يساويه مليء بالتناقضات ومليء بالمزاهب المتعارضة المتناقضة مع بعضها وأحيانا المتقاتلة بعدين ما بيصير أنا مثلا أفهم الحديث أخده على ظاهره أخد ظاهر الحديث يعني مثل ما هو واضح وتجي أنت تقولي لا ما بيحق لك تاخده هيك لأنه لحنا كعلماء يعني لحنا مثلا منفسره طريقة تانية يا أخي الحديث فأنت مو على كيفاك تاخده مثلا تفسره مثل ما بدك فلحنا منقل لهم أولا أنتوا عاب تقولوا الحديث هو شارح للقرآن يعني إذا الحديث نفسه بدو مين يشرحه طيب ما عد شارح القرآن معناته ما عد فيه له معنى ما عد فيه معنى من وجود مرجعية حديث مقابل مرجعية القرآن مدام هو العلة فيه والسبب بمرجعية الحديث أنتوا بتقولوا أنه مشان يشرح النبي القرآن هيك بتقولوا طيب إذا كان كلامه للنبي بدو شرح كلامه للنبي طلاصين بدو شرح حسب أولكن ولحنا بنجي بنفهمه بتقول لا مو هيك فهمه طيب حيرتونا بعد هاي نقطة يعني أنتوا عبتناخدوا نفسكن معناته واقعيا علم الحديث هو ما عبي يبسط القرآن هو عبي يخربه للقرآن طيب النقطة الثانية اللي احنا عم نعتمد بتفسير هالحديث وغيره على دليل الظهور هذا الدليل بس أنت تكون متخصص بالشريعة أو دارس بالشريعة كليات الشريعة المعتمدة تعرفش يعني دليل الظهور هو دليل بسيط يعني هو ظاهر النص يعني خلينا نبسط للفكرة ونقول أنه دليل الظهور يعني تعتمد على ظاهر النص على ألفاظه البسيطة الواضحة بدون ما تفلسف الموضوع وتقول لا صحيح هو الظاهر هيك لكن يا أخي إذا تخلنا لأعماق النص يعني ممكن هو يكون بيقصد ما يقصد وكذا فهذا الفلسفة واللف والدوران يتعارض مع دليل الظهور يلي هو من أقوى الأدلة وطرق الاستدلال وطرق الفهم في كليات الشريعة لما هن يبدوا يفهموا مثلا آية قرآنية ولا بدون يفهموا حديث ولا شيء بيقول لك دليل الظهور فإذن لحنا عم نعتمد على دليل الظهور فمن المعلوم بديهيا أن دليل الظهور لا يجوز الخروج عنه إلا بقرينة يعني أنه أنت هذا ظاهر النص بدك تخرج عنه بدك يكون في حديث تاني بيأكد أنه لا ما بيصير هيك تفهمه لازم تفهمه كذا لكن الحديث كله عن الرضاع هون بتلاحظ كله ياتا عبتصب بنفس الفكرة وتأكد نفس الفكرة خلينا نشوف الروايات التانية هاي قلنا صحيح مسلم وهي الرقم كبرنا لكم الخط هلأ هون ام سلمة عبتحكي لعائشة يعني عائشة هي بيصوروها بكتب أهل السنة بالأحاديث الموجودة بالبخاري أو مسلم نسبة كبيرة جدا جدا للأحاديث بتصور عائشة أو بتنسب إلها أنواع من الجرائم أنواع من القبائح حتى الكفر يعني بنجي لحنا بحلقات خاصة بأم المؤمنين عائشة حلقات يعني أو حديث مثلا بتقول له للنبي أنك يا من تزعمه أنك رسول الله يا من تزعمه طب هذا كفر هذا كفر يعني فيه أوضع منه كفر يعني عبد الشككي برسالته فالمهم هذا كله بينسبوه لعائشة بقوا لحنا قلنا ما بنعرف يعني حقيقة هالأحاديث ما لحنا مدام عائشة ما ذكر اسمها بالقرآن فلحنا بالتالي ما بنقدر نحكي عليها ولا كلمة ولا نسبة عليها شيء لا حسن ولا سيئ هي وغيرها تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت فبالتالي أما أم سلمة مثلا فبيصورها يصوروها كتب أهل السنة على أنها إنسانة كتير فاضلة يعني مثلا بتشبه خديجة يعني مثلا من خط خديجة من فريق خديجة بينما عائشة وحفصة مثلا بيصوروهن يعني هنا بيقولوا رضي الله عنهن بس هنا بالمقابل بنسبوه لهن فضائع فهالمرة أم سلمة عبتعاتب عائشة عن نفس الموضوع عبتقل لها إنه يدخل عليك الغلام والأيفع يعني غلام ريعان شبابه بالغ يعني يخشى إنه هذا كيف بيدخل عليك البيت يعني بغياب زوجك مثلا كيف بيدخل هو غريب يعني مكتمل المواصفات الزكورية يعني هذا مسار شبهات الذي ما أحب أن يدخل علي يعني حكت لها الكلام بطريقة لطيفة راقية فشو بتقل لها عائشة بتختصر لها القصة كلها بكلمتين بتقل لها أما لك في رسول الله أسوى يعني ما بيكفيك يكون رسول الله قدوتك بهالموضوع فامرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إنه سالما ندخل علي فعادت لها القصة كلها تمام عادت لها الرواية كلها لمين لأمسلم هالمرة فإذن من هالرواية هاي شو بتفهم بتفهم إنه عائشة هي عبت رضي على الرجال والعياذ بالله لأنه حيجي كلها روايات تانية متناقضة كمان مع هالفكرة هاي فهون عبتظهر لك إنه هي اللي عبت رضي عن ليش عبتقل لها عائشة الأمسلمة إنه مالك برسول الله أسوى يعني خلص حنعمل مثلهم مثل أنه قصة قصة امرأة أبي حزيفة طب امرأة أبي حزيفة مين اللي رضع هي اللي رضعته لسالم ولا أختها مثلا ولا عمتها ولا هي هي اللي رضعته فهي عبتقل لها إنه أنا قدوتي بها الموضوع هاد كان قصة امرأة أبي حزيفة مع الرسول فأنا كررت نفس الموضوع أسوى يعني قدوة يعني بتقلده فهون يفهم منها إنه إذن عائشة هي عبترضي على الرجال الغربة تصور زوجة رسول الله عبترضعهم مشان يدخلوا بيتها عم يشرحوا الأيفع بأنه قارب البلوغ ولم يبلوغ طيب أولا إذا كان صحيح التفسير فما في داعي كانت تعتبع عليها وهديكت إلا كمان عائشة إلا قصة إلا علاقة بالرجال الكبار يعني ما كان في مشكلة أصلا لما واحد بيدخل إذا كان طفل هو يعني إذا كان طفل وما في عليه أي علامات الرجولة ولا شي طب وين مشكلة إذا دخل عليها يعني بغياب زوجة وين مشكلة لكن هذا الشخص اللي دخل الغلام الأيفاع هو إما بيعني إنه هو رجل مكتمل للرجولة أو بالغ على الأقل أو إذا كان ما بلغ فمعروف يعني ما بنحكي أمور معينة طبية جنسية لكن مضطرين هنا إنه حتى الطفل ممكن يصير عنده انتصاب وممكن يمارس يعني بحدود معينة بزمن معين التفاصيل أنتوا اقرأوا عنها بالإنترنت اقرأوا عنها سألوا الأطباء أنا يعني ما بحب فصل بالموضوع لكن معروف إنه الانتصاب بيصير عند الأطفال يعني حتى الطفل فمبارك إذا مثلا شاب عمره مثلا 12 سنة فرضا يعني في أطفال صغار كتير بيصير عنده انتصاب فبالتالي إذن على كل أحوال في شبهة إنه ممكن يصير معناتها ممارسة جنسية بينها وبينها الشاب لا سمح الله وهي عم تقلها إنه كيف بيدخول عليك يعني كيف يعني شغلة عجيبة فالنتيجة نفسة يعني مهما فسروا مهما حاول للفوا يدوروا النتيجة نفسها نجي هون لها الرواية فشو بتقول أم سلمة بتقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى الرسول فقلت يا رسول الله والله إلى آخره يعني الرسول هون شو بإلا أرضعيه بتقول له إنه ذو لحيا ذو لحيا يعني شو هالمسخرة هاي فقال أرضعيه يعني بكل بساطة فإذن هي عبت إلا عن رجل ذو لحيا مو عبت إلا عن طفل صغير طيب يعني هون كلامها لما قالت له استغنى عن الرضاعة يعني أصدق أم سلمة إنه ما بيصير يدخل شخص غريب على امرأة وتقول والله أنا ممكن رضعه يلا بيصير ابني برضاعة ما بيصير ليش لأنه استغنى عن الرضاعة لأنه صار عمره فوق السنتين فلا تقولي إنه والله برضعه هذا مستغني هذا مو بحاجة الرضاعة فبالتالي هذا ما بتزبط إنه شو إنك أنت ترضعي وتقولي هذا ابني أو أخي أو يعني أو أخو بنتي أو إلى آخره الكلام هذا اللي هو كلام مجنين طيب شو كان موقف بقى الفريق الثاني من زوجات النبي اللي هي أم سلمة وفريقها شو كان موقف هون كمان كان رافض لأنه بتقول أم سلمة أبا سائر أزواج النبي أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة يعني الباقي الأزواج ما حدا عميل الموضوع اللي عملته عائشة ما حدا تورط الورطة تبعها لأنه حسوا أنه هذا كلام مجنين هي الرواية قد تكون يعني إذا كانت مصبوطة فعائشة هاي إنسانة مخيفة لكن غالبا هي مفبركة يعني مو معقولة أنه شيء ما بتخل العقل فمو بس لحنا بزماننا ما دخلت عائلنا عبدالك هو نفس الروايات عبدالك ما دخلت بعقلهم وما حدا رضي يعملها لكن هي بقى هالروايات كلها مين عبتورط عبتورط عائشة مثل ما قالنا بالقبل ممكن يكون معاوية من فبرك أحاديث دافع مصاري لصحابة بيحبوا بطنون وكرشون مثل ما بيقول التاريخ كان أحدهم يقول باكل مع هذا الفريق وبروح بصلي مع هذا الفريق هذا يعني قصص معروفة ما بدا نفسر فيها في كتب بالتاريخ اللي فيت عن هدول الناس فممكن يكون أعطاهم مصاري مشان يحكوا هيك أحاديث كذب ضد عائشة بالذات لأن عائشة كانت على حرب سياسية مع معاوية وقادة جيش ومواضيع يعني ضخمة فممكن جدا يكون مفبركة عليها لحنا ما بيهمنا نسيء العائشة لكن بيهمنا بالعكس أنه هون غالبا مفبرك بيهمنا ندافع عنها بس ما فينا ندافع عنها وعن صحيح مسلم وعن صحيح بخاري بنفس الوقت إذا ندافع عنها وهذا الأغلب مدام ندافع عنها لازم يسقط هذا الكتاب هذا الكتاب المليء بالقتال إن كان بخاري أو مسلم يعني الروايات موزعة بيناتهم بين روايات القتال والإجرام وقتلوا الناس وأجبروهم على الإسلام أو أجبروهم على الجزية أو إلى آخره والختان وقصص إلى أول ما لآخر يعني فلحنا إذا ضد هالروايات ولحنا ما بننسيئلها هو رعب يسيئلها هن هالكتب هاي بيقدسوها هن هي رعب تسي وعب توقعهم بتناقض عجيب يعني المهم لحنا هلأ إذا مشينا على هالرواية هاي وصدقناها مثل ما هن صدقوها أهل السنة المساكين الله يهديون ويهدينا فساعتها إذا بننحكم على ظاهر هالروايات هاي بدتكون عائشة هي المتورطة الوحيدة بهالمصيبة الكبيرة البشعة القبيحة الجنسية يعني تصور فشو قالوا هن باقي الزوجات النبي شو قالوا ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها الرسول لمين لسالم فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا يعني ما من خلي حدا يفوت علينا بحجة الرضاعة السخيفة المسخرة هاي ولا بيشوفنا حتى لحنا زوجات النبي قلنا عادات وتقاليد خاصة فينا راقية أرقى حتى من باقي الناس يعني قلنا خصوصية شرحناها بحلقات سابقة فما بيصير ينقال عننا ما بيصير نوصل له المستوى هادي اللي يشمئز منه عامة الناس شو هالكلام هادي فإذا هنه وقفوا ضده هي الوحيدة يلي أصرت على موقفها فهون بالشرح دائما بيشوفوا العلامات هاي القوسين هدول معناته هو عبي شرح من عنده الموقف هون حرف الشين يعني شرح فهون شرح للرواية يعني عبي يعطي رأيه فعبيقول أنه كلهم خالفوا الصديقة يعني هو قديش بيحترمها لعائشة يسميها الصديقة طبعا أنه ما في أي دليل على الكلام أنه هي صديقة بس هو يعني أديش بيحترمها مع ذلك عبيروي هالرواية عنها وهالطامات هاي وهالبشاعة الجنسية والجرائم الجنسية ما عنده مشكلة مخه بيقبل يعني ما عنده مشكلة أنه تناقض أديش هو على ما يبدو مسكين بدون أصده يمكن بيحتقل ربه يعني بيظن أنه ربه ممكن يأمره بهيك دين كله تناقضات وقبائح يعني شي عجيب إذن شوف كم رواية هذا إذن بصحيح مسلم وهي أرقامه بعدين تجي روايات تانية كمان بتأكد جريمة عائشة وكلامها عن نبي وافتراءها عن نبي بأنه هيك صار معه وهيك أمر كذا فهون عبتحوم الروايات بالعكس كمان عبتورط عائشة كمان عبتورطها بشكل آخر ولكن في تناقض يعني عبتبرق النبي هاي الرواية لكن ترجع تورط عائشة بالنهاية فقالت عائشة دخل رسول الله وعندي رجل قاعد يعني تعرف شو يعني وعندي رجل قاعد إذا قتب التاريخ بتقول إنه بيوت النبي كانت عبارة عن غرف صغيرة إن شاء الله تتسع على شخصين حتى بالروايات عند أهل السنة بيقولوا إنه لما كان النبي عبي يصلي فكان ممكن يعني ما في مكان يصلي ما في مكان يصلي بهالغرفة هاي فكان لما يجي يسجد هي تبعد رجلها حتى يقدر يسجد يعني تصور قديش هالغرفة صغيرة لأنه عنده أكتر من امرأة النبي وكلهم هالغرف هاي بتطل على المسجد ويعني حال فقير على ما يبدو فتصور بهالغرفة هاي قاعدة هي ورجل طب شو عبتعملي شو عبتعملي انت ورجل بهيك غرفة صغيرة يعني على ما يبدو متر بمتر يعني شلون انت قاعدة معهم شان شو قال والله هذا أخي فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه إذن شعر بالغيرة والغضب إنه كيف ورجال غريب قاعد بغيابي وأنا برات البيت موجود معيك فقالت له يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا إخوتكنا من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة يعني مو كل واحدة تقول هذا أخي من الرضاعة ويلا تضحكوا على حالكن الأخوكي من الرضاعة بدو يكون من المجاعة يعني بدو يكون بعمر يجوع للحليب وبحاجته بعمر الرضاعة يعني بعمر اللي حكيناه سنتين سنتين ونص حسب الفقهاء شو قالوا خلنا نمشي على رأيون لأنه بوافق القرآن يعني ناس فهموا إنه حوليني كاملين هي مع فترة الحمل يعني وفي ناس اعتبروها بعد الولادة فمشان هيك سنتين أو سنتين ونص المهم ما هذا اللي بيهمنا اللي بيهم إنه عم بيقول له هذا أخوكي لما شو لسا كل كم يوم بفوت لعندك بلاقي عندك واحد بيقول لك مين هذا بيقول لي أخي من الرضاعة أخي من الرضاعة عبط رضعي هو كبير بالعمر يعني غضب النبي فمعناتها معناتها الرواية الأولى اللي نسبت له كذب يعني شلون بيتضحك وبيبتسم لهديك المرأة وبيقلها رضعي وبيتضحك إنه رضعي وبيبتسم يعني طب وشلون هنا بيغضب لما بتجي عائشة بتعمل نفس الشي وبترضع رجال غريب الرواية الأولى كذب يعني شوف التعارض شوف التناقض يعني تصور لو القرآن كان بيهالتناقض هذا والعياذ بالله كان الدنيا كلها كفرت فيه لكن الحديث ما عنده مشكلة بيتناقض بيتعارض بيكذب بعضه وبعضا ما عنده مشكلة بدك تقبل فيه يعني شيء غريب فالمهم إذن هون صار نوع جديد من الروايات إنه هي مو بس عبتروي عائشة قصة ومو بس بعدين عاتبتها ام سلمة وهي أصريت على القصة لا وكمان عبتنفز لا ونقطة الرابعة نبي غضبان من تنفيذها وبالتالي هذا اتهام خطير كتير لعائشة إنه هي عبتمارس أمور جنسية بغياب زوجة والعياذ بالله يعني مش رط تكون الدخول لكن على الأقل الرضاع يعني أكتر من هيك مقدمات جنسية للدخول يعني إن كان صار دخول ولا ما صار لكن بالنهاية فيه أبشع من هيك فيه أكبر من هيك افتراء على عائشة طب يا أخي لحنا محبة بعائشة عم نقل لك إلغي هالأحاديث لا تقول هذا البخاري مسلم مرجع صحيح ولازم أنت تعتمده بالدين لك يا أخي لحنا محبة فيها عم نقل لك استغفر ربك من هيك الروايات طب أنت كيف بتحب العائشة وكيف بدك تلصق فيها الافتراءات هاي وبنفس الوقت بدك تجبرنا على احترامها وبنفس الوقت بدك تجبرنا على القبول بهالأحاديث يعني أنت شو أنت ممسوح عائلك مثلا وكلامي نفسه هون عبي يشرحه يعني هذا مو كلامي هذا شرحه هو طب لما ذكر الحديث فيه شرح شوف الشرح نفسه عبي يقول لك اشتد ذلك عن رسول يعني شق عليه أنه كيف بيقعد عندك ها طيب بعدين عبي يقول لك انظرنا إخوة تكون يعني تأملنا وتفكرنا هل هو رضاع صحيح بشرطه وشروطه من وقوعه في زمن الرضاعة يعني الرضاعة بده يكون من الجوع يعني الرضاعة لفعلا تكون هي رضاعة حقيقية وبصير هالشخص هذا محرم عليها بده يكون الرضيع طفل وطفل بيحتاج الحليب لا يسد جوعه يعني هذا مو كلامي كلامي عبي يشرح هذا كلام واضح إذن أنا واللي عبي يشرح الحديث يلي هو سني وطبعا أنه بيعش عائشة بيحترمه وكذا فهو نفسه عبي يقول أنه النبي انزعج منها ومن أفعالها وأنه جريمة هاي هذا الحكي بهاي الحديث وهي أرقامه وكمان رواية تانية يعني مو أنه مثلا رواية وحدة طب كل هالروايات ومن الروح فيها إذن كلها تعب تأكد الفكرة إذن دخل النبي مرة تانية على عائشة أو بهالرواية يعني وفكأنه تغير وجهه كره ذلك فقالت إنه أخي إذا تقول له أخي إلا مين هذا الرجال بتقول له أخي يعني صور اليوم تصير مع رجال أهل السنة يعني ما بعرف معناتها إذا واحد دخل هلأ على أي عائلة سنية وكان غريب فإجا زوجها قال له مين هذا الزلم اللي قاعد عندي تقول له هذا أخي أو بتقول له ابني يعني يا رضع مني خليت حدا يرضعه يعني يعني تصور شو بيعمل هذا معناتها خلاص لازم يسكتوا لازم كل أهل السنة يسكتوا لما يلاقوا رجال غربة ببيتهم عم يرضعوا من نسوانهم يعني شيء يعني ما بعرف ليش هن ليش هرجال هاي بتدعي الغيرة وأنه هن عندهم غيرة كتير وشرف لأوا بيقتلوا النساء وبيتبحوهون لكن بكل بلاد موجودين طيب وبنفس الوقت بدافع عن الدين برأيه وبيجي بينقض أهل القرآن بينقض الناس اللي عم تتدبر كتاب الله وبيعتبرنا لحنا كفرة وأنه هو اللي عنده شرف فبدو يدافع عن شرفه وبنفس الوقت بده يصر على أنه هالأحاديث هاي صحيحة شلو زبطت معك ما هاي الأحاديث تتناقض مع الشرف تبعك اللي انت بتدعي إذا انت مصرع على هالأحاديث خلي رجال ترضع من مرتك فحاجتك جنون حاجتك غباء حاجة الحساب جايك يوم القيامة ويعني استهبالك على نفسك وأنك أنت عب تشيح بوجهك عن الحقيقة ما بينجيك يوم القيامة ما بينجيك بدك تكون أنت واقف قدام المرأة وتكون صريح مع نفسك اليوم أنه أنت فعلا عب تبحث عن الحقيقة أنه أين هو الشيء اللي يرضي الله فعلا ولا أنت انفكر التعصب هو اللي بنجيك يوم القيامة طبعا في روايات تانية أنه مثلا كانت هي عائشة إذا بدأت تخلي حدا يدخل عليها غريب فتروح تخليه يرضع من إختها أسماء بس هاي الروايات كمان أنه تخلي إختها أسماء هي اللي ترضعون نفس النتيجة يعني إذا هي رضعتهم أسماء فدخلوا على عائشة ولا عائشة رضعتهم فدخلوا عليها نفس الشيء نفس النتيجة يعني شو أسماء مثلا إنساني من الشارع أسماء بنت أبي بكر صحابية بديحكي عنها التاريخ إنه قديش إلها فضائل وعظائم فيعني كمان موحل يعني موحل بالنتيجة صاحبة الأفكار هاي كلها صاحبة العقل المدبر لهالجرائم كلها عبيقولوا عنها أنه هي عائشة كل الروايات بتحوم حولين عائشة يعني إما هي اللي عب تروي الرواية على لسان النبي إما هي عب تقول أنه القصة صارت بين النبي وبين فلانة فألا رضعي أو هي عب تحكي مع أم سلمة أو هي عب تعطي الأوامر لإختاء أسماء أنه ترضي على الرجال أو هي عب ترضي على الرجال أو إلى آخره كل أحوال الموضوع كبير وكله بيخلي أنه صاحبة الفكرة والعقل المدبر هي عائشة فأنا أعتقد والله أعلم أنه هي فبركة من معاوية هالأحاديث هي مشان يشوي صورة عائشة لأنه هي إذا كانت إنسانة حسنة جيدة ولا إنسانة سيئة بكل الأحوال يعني من الصعب أنها تلعب هيك لعبة كبيرة لأنه حتكون عقبتها وخيمة غالبا يعني ما معقول تمرق الموضوع يمرق بها السهولة أنه والله هي عب ترضي على الرجال وعب يدخلوا عليها وكذا بس بقى بيكتفر النبي أنه بيدخل هيك بيغضب وكذا وخاصة لصة ممكن تقوم الدنيا كلها على رأسها يعني مم معقول هي مهما كانت إنسانة سيئة ما بيعتقد أنها تصل معها الفكرة لهالدرجة أنا توقعي هذا فبركي عليها لتشويه صورتها وأهل السنة مثل عادة بما أنهم يعني طريقتهم بيجمع الأحاديث عجيبة غريبة فهن والاشيعة يعني كلهم الأحاديث تبعهم طريقة جمعة باطلة فطبعا بدون يمر معهم هيك أمور وغيرها لساة ما دخلنا بالأحاديث لسا الأحاديث القادمة كله يعني يشيب الشعر الرأس منه يعني فطبيعي يمر معهم هيك وعادي بدون يصدقوا بدون يحبوها ويحترموها وهي عب تقوم بها الجرائم الجنسية ما عندهم أي مشكلة وبعدين بيستغربوا ليش الناس عب تعمل رسوم مسيئة للنبي ليش الناس كفرت بالدين ليش بيستغربوا يعني شيء غريب فهذا شوف المراجع شوف مراجع الرواية صحيح البخاري وكتاب النكاح وهكذا طب هلأ شوف التناقض هالكتب هاي نفسه بتصحح حديث كتير حلو يعني عب يقول لك النبي هون بهالحديث إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به يعني إذا أنت سمعت فضيلة تنسب للرسول بأنه مثلا كان شجاع فما في داعي أنت تتحقق من الحديث يعني مو مشكلة بتقول يعني المنطق يكون شجاع غالبا بيكون شجاع يعني مو معقولة كون أنا شجاع أكتر من النبي وهو يبقى يعني متوكل على الله وإيمانه أكبر من إيماني مو معقول يعني فأولى هو أولى بالفضيلة مني كلام منطقي يعني الحديث مقبول مش رط يكون يعني دقيق 100% لكن مقبول جميل فيعني بهالشكل هذا عبقل لك وبالعكس إذا أنت سمعت الحديث عني سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه يعني إذا أنت عبتش مأزمن شيء إذا أنت ما بترضى لزوجتك ولا بترضى لأسرتك وبتلاقيه أنه عمل جنسي مقرف يعني لا يمكن أنه يكون الهدف منه أنه الطفل والله يصير تصير هاي أمه ولا مو أمه واضح أنه الهدف منه جنسي يعني فأنت إذا إذا نفرت من هالموضوع هذا فأكيد أنا لا يمكن كون أمرت فيه فبغض النظر مثل عبول إذا كان هالكلام دقيق وهل يصلح أن يكون مرجعية حقيقية ولا لا لكن بالنسبة لطريقتهم التعيسة جدا بتصحيح الأحاديث ومعرفة الحديث الضعيف من الحديث القوي وتمييز الغف من السمين كما يقولون فطريقتهم بالتمييز لو اعتمدوا على الأقل هالحديث هذا لسه كان الوضع أرحم بكتير وأقل سوءا بكتير هذا الحديث اللي بصححه الألباني بسلسلته الصحيحة وهي أرقام الحديث فبالتالي لو اعتمدوه الحديث فعلا كمقياس لو اعتمدوه الألباني نفسه ولو اعتمدوه كمقياس يعني كان الوضع لسه أرحم بكتير يعني كان مثلا مثل هذا الحديث الرضاع الكبير ومثل أحاديث كتير ومصائب تانية كتيرة ناس عبتتحمم قدام ناس وناس عبتبول قدام ناس وقصص مقرفة إلى أول ما لآخر طب يا أخي كان لو أنتوا فعلا بتكنوا الطبقوا للأحاديث وهي الأحاديث هي مو الهدف منها سياسي ولعبة سياسية طب ليش ما طبقتوا الحديث هات ليش ما اعتبرته مرجع وطريقة لتمييز الأحاديث فبالتالي كنتوا حكمتوا على هذا الحديث تبع رضاع الكبير أنه ترضعوا حكمتوا عليه أنه هذا مزور وأنه هذا لا يليق برسول الله وأنه هذا حديث مكذوب خلاص مثل ما عبيقلك هذا الحديث عبيقلك فأنا أبعدكم منه أنا لا يمكن يكون هيك طب ليش ما طبقتوا إذن أنتوا كتلة من التناقض كتلة من المتناقضات إذا إنسان بيحترم ربه لازم يكفر فيكم بمذهبكم وبطريقة تفكيركم إذا واحد بيحترم صورة الله بيعظمة بنفسه فلازم يكفر فيكم فأنتوا لعب تصلوا حالكم للمواصيل لازم أنتوا تعيدوا حساباتكم فالله يهدينا وإياكم